بكرا إن شاء الله مواجهة ساقيلة وانت لعب قدام بوركي نافاسه في تصويرات كهس العالم أكيد المواجهة مش سهلة خلص شايف المواجهة بكرا إزاي إن شاء الله طبعا المواجهة بالنسبة لي مواجهة صعبة وخاصة كمان بالنسبة لكابتون حسام إن هي أول تجربة حقيقية واجهاً لوجه مع الجمهور والإعلام المصري اللي هم سبب رئيسي في وجوده في المنصب ده أيوة مهم جدا إن هو يظهر بالشكل للناس منتظراه لكن أنا بقول لك المطش صعب إحنا قابلنا بوركي نافاسه تمانية وتسعين طبعا كان مطش صعب جدا 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 وربنا وفانا والكابتون حسام هو اللي جاب الجنين أيوة كانت حاجة جميلة في سراحها فاكل بطولة دي يا كابتن ياسر كانت حسام تحديدا في جيل كله اللي كان بيتعرض لانتقادات عنيفة جدا والكابتن الجواري كان بيتعرض لانتقادات عنيفة جدا والله كلنا بقى يعني ايه هو خدنا في الرجلين أيوة طبعا هيرجع من غير بطولة وهيرجع في المركز الأخير لا المشكلة كمان يا كريم إن إحنا قبل بطولة أمام 98 لعبنا بطولة ودية في تايلاند وخسرنا النهائي تقريبا أمام الدنمارك بضربات الجزاء والمشكلة إن الكابتن الحسام هو اللي ده على آخر ضربة آه طب دي نقدت سادر مش مشكلة فدي كمان هيجت الدنيا على الكابتن الحسام قبل ده كان قبل السفر بحاجة بسيطة يعني طبعا واجهناهم قبل كده طبعا وتعدلنا واحد واحد وكسبنا ضربات الجزاء تقريبا 2017-2018 حاجة كده يعني فرقة بتتميز بالسرعات عندهم من أول ما قابلناهم في 98 كان أول ظهور ليهم وهما لعبينهم كلهم سرعات يعني دي كانت عاملالنا كمان مشكلة كبيرة جدا والكابتن جوهر رحمة الله عليه كان بيبقى الآن وخايف من موضوع السرعات اللي عندهم فأنا أعتقد إن أكبر ميزة عندهم السرعات اللي موجودة في وانتو جيل كان جيل جامد جد انت تحديدك كمان من الناس اللي كان بتمتاز بالسرعات يعني كان فيه لعيبة جامدة الحاجات دي مفهومة إلقناش وقتها والله بس كنا الآنين برضو يعني لأن هم فعلا عندهم سرعات قوية ومزالوا ومزالوا وهم اتطوروا طبعا عن 98 دي كانت بنقول بدايتهم صح انت النهار ده 2024 لأ في عمر وكرة الأفراقية ده طورت بشكل المنتخبات الأفراقية طورت بشكل كبير والمحترفين السوق مفتوح بالنسبة لهم طب أنا عايزة تكلمة على حسام حسن تحديدين عشان تكنت قريب منه سنوات يعني حسام حسن يعني في البطولة زي 98 دي راجل كل الضغوطات دي تدخل بقى هداف البطولة كثير بقى من الضغوطات بعد كده واختيروا من الكاتل حسن شحاته برضو في 2006 كان ضغوطات انتقالوا من الأهلي والزمالي ضغوطات تدريبوا المنطقة مصر ضغوطات في الوقت الراجل تحت ضغوطات انت قريب منه او كنت قريب منه بشكل كبير جدا كنت حسام حسن يعرف يتحمل هذه الضغوطات انت نفسك قلت الكلام دلوقتي وكل حياته كانت عبارة عن ضغوطاتها في الحياة فهو بيقدر يتعامل مع المواقف دي ويقدر يزيع ويعرف ازاي يخرج منها ازاي بيقلب بياخد الحاجات دي ويقلبها الحاجة ايجابية تساعده على انه ينجح لانه هو من النوع اللي بيحب دايما التحدي يعني احنا في مرة من المرات ممكن الحاجة دي تقالت كتير جدا في كل القناة ده خلناها ليه في مرة عمال بيكلم سوري رجله كانت خبط خبطة جامدة ورجله ورمج جدا وحطت بقى في البنيو تلج كتير وحطت رجله وعمال يتكلم مع رجله وانت هتقعديني مش انت اللي هتقعديني شوف يعني الاسرار لدرجة ايه فهو الاسرار والعزيمة عنده وتحدي اي زرف فيه او اي موقف هو ده اللي بينجح حسين حسين فيه دايما قراء كثيرة عن كابتل حسين حسين كمدرب حتى او حتى كلاعب في تعامله مع زمراء او تعامله مع اللعيبة اللي بيدربها انه هو راجل عصبي جدا في نفس الوقت اللي بتحبه لا بساعات بيبالغ شوية في عصبيته لا بس العصبية دي دغيرة وحب للبلد او حب للكورة او حب لللعبة يعني انت شايف ايه طبعا انا كنت قريب من كابتل حسين وحنا بنلعب وحاليا برضو يعني بنشوف بعض كتير في الصف وكده هو عند شخصيتين حلوة دي شخصية خارج الملعب وده تحب ويعني مش عايز اقولك يعني تموت فيه كلها دحك وزار وطيبة ويعني تحس انت بتعامل مع طفل بريق يعني او صح بصراحة صح لكن مجرد ما تشوف المستطيل الاخدر بيتحول شريس بقى او يعني كل العصبية هو يعني ما تقولوش اخسر مينفعش يخسر حتى لو بلعب خماسي لو بلعب طايرة اللي احنا بنلعبها دي اي لعبة هو ما يخسرش لو طاولة يقولك لا ما يخسرش برده فهي حتة المكسب والفوز والغيرة على المكسب دي حاجة انا بصراحة شرفت ان انا لعبت معاه بقول من افضل لعيبة لعبتي جنبهم او معاهم هو كابتل حسام وكابتل براهيم الروح اللي موجودة عندهم داخل الملعب ممكن تتوزع على عشر فرقة مش فرقة وده بيجبر اللي حواليك انك حلاص لازم تبقى زيه يعني لازم مش هقولك تبقى زيه لان هي بقى صعبة انك تبقى زيه لازم تقرب منه لكن ان انت تحافظ على الروح والقتال ده ما توصلش للعصبية صح هي دي كانت مشكلته في البدايات وهو لاعب وهو بدايته في المدرب كانت موجودة بزيه بس انا اعتقد ان الموضوع يعني ايه مبازة خبرات كثيرة جدا او خبرات طبع كبيرة احكي لك موقف لازم اول على اللي انت قلته ده كنت مرة رايح السحل الشمالي في الصيف كان في مباراة كده دعائية لأحد الاماكن يعني فبيلعب فيها كابتل حسام وكابتل ابراهيم وكابتل احمد حسن وكابتل حسن عنا بنهزر يعني كابتل عسان صريخ بطول المضش وزيق وبوس يعني يعني الناس الناس اص слово غافة بتتفرج مش مسدقيه طبع اه دع بتلاب على الرم طبع طبع غلاب زا ما بقوله يعني هو انا بقولك حتة الروح والام mine ووووووووو الامكسد انه من ماوضوع الحسر ده مش موجود في الكمبوسو عنده تقريبا يعني